مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بأول فيديو عملي بهذه الدورة. كونوا بهذه الدورة رح نحكي عن علم البيانات، من المهم أنه نحكي عن البيانات أو الديتا وعن شو بنعني بعلم البيانات أو الديتا ساينز. خلينا نبلش بالبيانات أو الديتا. ما هي البيانات وأين تتواجد؟ البيانات أو الديتا هي كميات هائلة من المعلومات المسجلة رقمياً عننا وعن العالم. هيدا المعلومات إلى عدة مصادر. من أهم المصادر وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، لينكدن، انستغرام، واتساب كمان في تطبيقات مثل أوبر وربي أنبي وأمازون بتساعد على تجميع الكثير من المعلومات والبيانات عننا إضافة لهالشي، انترنت أوف تينجز أو انترنت الأشياء حيخلي كتير أجهزة تكون موصولة على الانترنت يقدر أنه بنهاية العام 2020 أكتر من 40 مليار جهاز حيكون موصولة على الانترنت مثل مثلاً جهاز اللي منستعمله للتحكم بالحرارة بغرفة معينة أجهزة من هالنوحة ترسل معلومات عن نفسها للانترنت وهذه المعلومات تؤدي إلى خلق كثير من البيانات اللي ممكن نحللها هلأ شرحنا ماذا نعني بالبيانات، خلينا نشرح ماذا نعني بعلم البيانات أو الـ Data Science علم البيانات لديه الكثير من التعريفات يعني هلأ إذا رحنا على محرك جوجل وحطينا Data Science أو علم البيانات هلأ كتير نتائج وممكن نضيع إذا جربنا فعلاً نفهم ماذا نعني بعلم البيانات لازم نعرف أنه علم البيانات يتضمن تحليل وصفي وتنبؤي وإلزامي تحليل وصفي هو لما ناخد كمية كبيرة أو هائلة من البيانات ونستخرج معرفة من هذه البيانات ونقدر نعرض هذه المعرفة من خلال عروض أو من خلال Pictures بطريقة مبسطة وسهلة للمستخدم الأخير تحليل التنبؤ هو لما نستخدم البيانات الموجودة حالياً للتنبؤ بالمستقبل مثلاً أنا عندي بيانات بتفرجيني للمرادة اللي مصابين بأورام إذا هيد الأورام حميدي أو خبيسة في استخدم هذه البيانات الحالية الموجودة عندي للتنبؤ بأنواع الأمراض للمرادة الجدد اللي حيجوا يزوروا مستشفى معينة تحليل الإلزامي هو لما نكون قادرين نبني منتجات تعتمد على التحليل الوصفي أو التنبؤ في علم البيانات مثلاً إذا فكرنا بتطبيق مثل Fitbit Fitbit يستخدم تحليل وصفي للبيانات عن الحركة الجسدية اللي قمنا فيها وبيعرض لأنه وهو يقع تحت شق التحليل الإلزامي لعلم البيانات بالنسبة إلي كعالم البيانات أو Data Scientist منظر لعلم البيانات كفن وهو فن استخدام النظريات العلمية لإستخراج الأفكار والمعرفة من البيانات ليش فن؟ لأنه يتضمن المزج بين العديد من المجالات اللي هي مختلفة عن بعض البعض أول مجال هو مهارات المعلوماتية تاني مجال هو علم الرياضيات والإحصاء وآخر مجال هو الخبرة الموضوعية أو خبرة المجال ماذا نعني بهالشي؟ منعني أنه نكون علامة بيانات نحن بحاجة أنه يكون عنا مهارات coding يعني مثلاً نقدر نستخدم coding language مثل Python أو R أو Language تاني لازم يكون عنا دراية بالجبر يعني دراية أساسية بالجبر على الأقل وأيضاً بالكالكولوس بقواعد الكالكولوس وبعض قواعد الإحصاء أو statistics ولازم يكون عنا خبرة بالمجال اللي عم نطبق في علم البيانات مثلاً إذا أنا بدي أعمل تحليل لبيانات طبية أو رام المصابين في المردة أنا بحاجة أنه يكون عندي بعض الخلفية أو بعض ال background بمجال الطب مش ضروري يكون طبيبة بس على الأقل لازم يكون عندي معلومات كافية لأقدر أعمل هاي التطبيق وعلم البيانات يقع فعلاً بالسنتر بالنص بين كل هايدي المجالات المختلفة بتمنى لكون الفكرة واضحة لألكم بالفيديو القادم رح نشرح ليش الدرجة حول علم البيانات وليش علم البيانات أصبح مهم جداً بالسنوات الأخيرة خليكم معنا